موسيقى العوز أقوله أحبائي أنه كل هذه الحجارة سواء أفسوس تحت أو هذه أفسوس اندثرت وأصبح التاريخ بيتكلم عنها لكن رسالة المسيح ما زالت تمتد لكن المسيحية ما زالت تواجه نفس هذه الهجمات ونفس هذه البداع التي تنكر لهوت المسيح وتنكر صلب المسيح يحنى الرسول أكد بكل وضوح أن الشخص الذي ينكر هو الكذاب يعني صفة إبليس هذا الذي ينكر الوحي وينكر اللهوت أيضا رسائل يحنى أيضا تعتبر بركة مع أنها رسائل شخصية لكن كان يتكلم كشيخ قلبه فياض بالمحبة تجاه أولاده اللي كان يحبهم في هذه المنطقة حتى يشجعهم أن يثبتوا في الإيمان ويواجهوا كل هذه الاتهادات بوجه مرفوع وصدر مفتوح وأن الرب حاضر معهم حتى ينقذهم أيضا إن أرادوا فبالختام عاوز أقول هذه الرسائل تعتبر تحفي وتعتبر بركة أنا بشجعك أنك تقرأ هذه الرسائل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر